أمل حياتي شوف وانا قلتها مرتين تلاتة قبل كده انه يبقى فيه إلزام على أي مشروع عقاري سلمني الوحدة بالسيستم بتاع الخلايا الشمسية فوق على السطح تطلع الوحدة شقة تطلع الوحدة قصر سلمها لي وقصتها مع التمان يعني هتجي ولا حاجة حقيقي ولا حاجة يعني بس خلونا نرحب الأول بضيوفنا داخل الستوديو دكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئة العالمي والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب منورنا دكتور اهلا وصح دكتور هند فروح أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ومدير مشروع نظام الخلايا الشمسية اللي بينفزه برنامج الأمم المتحدة الامائي مع مركز تحديث الصناعة وهو أمر عظيم منورنا دكتور هستأذن دكتور مجدي أنه إحنا يبقى لديس فيرست وإنه هناخد الانطلاق من النقطة اللي كنت بتكلم عليها هو فيه إمكانية أو ممكن أشوف مصر في وقت من الأوقات أي وحدة سكنية بتسلم أو إدارية أو تجارية تبقى مجهزة بالسولر سيستم ده وفي نفس الوقت كده كده إحنا بنشتري بالتقصيد فقط الحاجة تتقصف مع سعر الوحدة هل ده وارد؟ ده وارد جدا ويمكن مشروع نظم الخلايا الشمسية احنا اسسنا لده يعني المشروع ابتدى من خمس سنين واحنا دلوقتي في إطار استعدادات قمة المناخ عشان نقدر ينقول ان ده وارد جدا قدرنا ان احنا نعمل حاجة اسمها ان احنا نزيل التحديات اللي هي التحديات الفنية زي ما حي كنت قبل واحنا بنتكلم بالنرجة بنقول ان احنا عايزين نتأكد ان الشركات عندنا قيمة استرشادية شركات محترمة تقدر تنفذ لي سيستم بشكل مستدام واقدر حافظ على سيانته العوائق الفنية انا عارف وانا بركب المحطة بتاعتي المواصفات الفنية بتاعتها ايه عشان اقدر ان انا اركب منظومة مؤسسية لما اجي اربط على الشبكة اقدر اربط اونلاين مش محتاج اروح لشركات التوزيع تسهيلات التمويل اصبح دلوقتي موجودة عندنا في البنوك قروط خاصة بالطاقة الشمسية والمشروع قدر ان هو ينفذ 142 محطة الطاقة الشمسية في 16 محافظة على مستوى الجمهورية في باجمالي نتكلم عن 15 ميجا 15 ميجا دي محطات صغيرة بداية من 5 كيلو اللي هي على الفلات والوحدات السكنية لحد 500 كيلو في المصانع وفي الفنادق وفي المولات التجارية ويمكن اي حد بينزل دلوقتي في شارم الشيخ واحنا في اطار وحاك كنت بتكلم على الكاب ومنه احنا في الطايرة بنشوف الخلايا الشمسية اصبحت بتزين الاسطح اسطح شارم الشيخ فنفسنا انه ده يحصل كمان في القهرة اشتركوا في القناة